بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الأشرف المرسلين إزايكوا حبيبي عاملين إيه؟ ياربوا كلكم تكونوا بألف خير أنا أسفة طبعا على صوتي عندي برجة ديدور برد فظيح 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 المناعة بتاعتي عنديش منعة أصلاً معرفش فيه إيه يلا الحمد لله النهار زمان شايفين كده التحفة ده هنعمله مع بعض يلا بسرعة ندخل على الطريقة والمقادير بتاعتنا وهنعمل أجمل وأطعم شربة صفيت دقتوها أو هتعملوها في حياتكم يلا ننزل بالمقادير بتاعتنا هنا بقى زي ما أنتوا شايفين كده معايا شوية من الزيت عليهم بصلاية بصلاية واحدة قطعة صغيرة يعني إليها مش مبشورة عشان نجيبش الماء بتاعتها قطعة صغيرة كده ونسوها بقى على النار هادي زي ما إحنا متفقين كده مع بعض على طول إحنا بنسوي البصرة بتاعتنا على النار هادي عشان تستوه معايا ويبقى يبقى طعمها وحلوتها في الأكل تحمر بقى مش حتى تحمر يعني إن هي مجرد إن هي تتبلت الصفار معايا كده بس الصفار بسوة مش اللي هو الصفار وهي لسه خضرة زي ما قلتلكوا قبل كده أهو تبقى لونها أصفر طبعا أنا يعني مسرعة الفيديو معاكم عشان ما طولش على كل الوقت وكده هي حمرت معا أو صفرت معا وخاتل لون اللي أنا عايزها هنزل بقى هنا بالصبيت بتاعي مقطعها بقى تقطعي القطعة اللي أنت عايزها يعني الحجم اللي أنت عايزها قطعيها بقى بطريقة كنتي هنا كده متقطع قطعة زي ما أنتو شايفينها كده هنزل بيه هو الأول لأنه هو يعتبر أكتر حاجة بتاخد سوا وهنا نزلت بنص معلقة صغيرة كده من هارست الدفل في الأحمر عايزت نزلي بالشطة يكون أحسن طبعا بس أنا بالنسبة عشان أطفال ما ينفحش حط شطة يعني ما بيحبوش الشطة قوي هتعلد تست معانا وهتدي لون جميل يعني ده غير الفلفل المتقطع أنا مش عايزة الفلفل المتقطع أنا عايزة هارست الشطة عشان نتعدل الطعم معايا اللون معايا والشكل بس كده بقى وهنا نفضل نقلب فيها ونشوح فيها لحد الصبيت يعني يعتبر يدخل في سوا بس مش هسويه طبعا سوا كامل لأنه لسه هحط بقى المكونات بتاعتنا يستوي معاها بس المرضيس هحطه كله مع بعضه عشان ما فيش حاجة تبقى هو حاجة تستويه هو يفضل لسه ناي فهمين قصدي يعني الصبيت بياخد سوا شوية طبعا رايحة جاية كده هو بوريكو انه يعني دخل في سوا رايحة جاية نقلب فيه كنت حتى مع الصبيت ده إيه بقى البياط بتاعنا أو السمك الفليه طبعا زي ما انتم عارفين كده الدهر بتاع بيبقى فيه زي دهن كده فأنا حطيته معاها عشان يسيح معايا ويعل الطعم بتاعي يعني أم جسري طبعا الدهون بتاعت السمك فبتبقى فزيعة 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 مش عايزة أقولكو عالطعم بتاعها فأنا حطيتها برضو معامل بتاع عشان تسيلي الدهون بتاعتي يعني معايا بس هفضل برضو قلب فيه زي ما قلتلكو كده وبعدين هنزل عليه بسامك الفليه بتاعنا هو ما بتاخدش طبعا وقت في السوا خالص هو يعني متقطع برضو القطع اللي انت عايزها طبعا بحطه ما بقلبش كتير بقى بص بقلب بالحلة كده عشان ما يتهريش معايا فاهمين يعني إيه التقليب في لما بتحط الفليه بتاعك التقليب فيه بيهري طبعا الصبيت بيستحمل لكن هو مش هيستحمل فاهمين قصدي يعني بحط أكتر حاجة بتاغد سوا بالتدريج كده اللي بياغد سوا في بياغد سوا أكتر في اللي بعد وكده يعني طبعا هنريحين برضو جايين هنقلب فيه كل ده البصلة حمرت معايا استفارت خدت اللون اللي احنا عايزينه نزلت بالصبيب لحد ما دخل في سوا نزلت عليه بالسمك الفليه بتاعنا متقطع قطع زي ما احنا عايزين وهنفضل برضو نشوح فيه كده لحد ما يدخل في السوا ماشي بس ورايا بالخطوات اللي انا بقولك عليها دي ومش هتندمي مينفعش ان انا حط زيت والبصل بتاعنا وانزل بكله مرة واحدة طبعا مش هيغض الصدمة بتاعتنا مش هيبقى تستبتعه علي قوي لانك اللي هيتشوح ولا لسه هيبقى النار مش طيلة قوي واللي كده فهمين قصدي لكن لما تعملوك كده اللي يدخل في السوا وانزل علي بيت تاني بيبقى طعمه فضيع 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 يعتبر كله تشوح وتحمر معايا وتستبتعه وبقى عالي لان احنا بنعمل شربة عايزين نستطعم يعني بنعمل اكل نستطعمه دي نص معلقة كده من التوم او فصين ده فصين مستكة وحبهان الاول انا ببكترش توابل خالص خالص عشان طعم الحاجة تبقى بينة معايا يعني ده فصين بس كده مستكة وحبهان عايز نستغني عنه ومستغني بس يعني الحاجة بنحطها بتفرق بناش بقى قعد اكاركف في توابل والطعم معايا ما يبانشأ حس ان انا بشرب شربة بهارات لا انا مش عايزة افصل فيديو يعني ايه بحاول للمة على قد ما اقدر عشان اوريكم الخطوات بالزبط واسفة ثاني مرة على صوتي هنا كده خلاص نزلت بقى بالجنبري بتاعنا وبلح البحر انا اسفة على صوتي والله يبيغصب عني هقلب كله بقى مع بعض هكده ومش عايزة اقلب كتير برضو عشان ما ينهريش معاي هو اقرب خلاص اللون قلب اورنج اعتبر دخل في سوا هنزل بقى بالبهارات وتقبل بتاعتنا هحط فلفل سود وكمونه بهارات سمك ويعني حاجة بسيطة كده من الكركم او السخولة العظيم معلش مش مركزة وهنقلب كله مع بعض وكده يتشوح مع بعض بالتوابل بتاعتنا لسه محطناش مياه ولا حطنا اي سوايل هو كده بيتشوح مع نفسه وارهولكو تانا هو كل ده انا لسه محطتش اي مياه ولا اي سوايل الزيت بتاعنا هو المادة الدهنية بالبصل وهو بقى مع نفسه حطنا التوم وحطنا توابل وحطنا كل المكونات بتاعتنا اللي احنا عايزين نحطها انا عايز اقولك انا وعيالي ما بنأكلش اي حاجة مقفولة ولا تقولي لي ستكوزة ولا تقولي لي كابوريا ولا تقولي لي اي حاجة من دي يعني هو صلاح جايب كده يعني القطع تمند على قطع تمند لنفسه لكن انا اه وهم جنباري صبيت ماشي لكن اي حاجتان يا لأ هنا بقى هننزل بمعلقة من الزبدة نعمل بها الكريمة او البشاميل بتاعنا هنعمل الكريمة من غير كريمة هنا ممكن تستبدل الزبدة دي بالزيت عادي زبدة عادي بس الزبدة طبعا بتفرق في طعم الاكل وصحية جدا في الاكل اللي بيقول بتعمل كولسترول اللي بيقول بتعمل دهون لا طبعا دي حاجة طبيعية رباني يعني ما فيش تدخل من الانسان فيها في ازاي تقزينا هنا هننزل عليها بقى على معلقة الزبدة بمعلقة كده من الدقيق او معلقتين حسب الكمية اللي عندك وتشواحي بقى في الدقيق لما طعمه يروح خالص يعني اذا اقولك ان تغذي فترة تشويح اكتر من البشاميل فاهميني يعني اكتر من تشويحي البشاميل هو بشاميل بس سخاني متحمر الدقيق تحمصيه على قد ما تقدري هنا بقى ده اللي هيفرق وكأنك عاملة بالكريمة فاهمة يعني ده اللي هيعلم عاكي هنا خلاص انا بفك كده بقى البشاميل معايا وهنزل بقى بالما يصخنا بتاعتنا شايفين اللون من قبل ما حط البشاميل اللون تحفة فظيع هو كده يعتبر استوى هنزل بقى بالبشاميل بتاعنا ونقلب وكريمة كريمة يعني حتى طبعا كوباية من اللبن صغيرة خالص مش كتير لان انا عندي ضد اللبن بصراحة فاستبدلت الكريمة واللبن وكل ده بشوية من البشاميل عايزة تحط الكريمة في المرحلة دي حطي لكن انا بالنسبالي ممنوعة ممنوعة عندنا احنا مش ممنوعة في الوصفة وهتكلي اطعم طبق شربة بتسفو دي هتدعيلي علي والله كربي الطريقة دي اطعم طريقة واسهل طريقة تعمليها من غير عقباء ولا كلكيع لو وصلت معي للفيديو الحد هنا بتنسيش تعمليلي لايك وتشترك في القناة هي بقى تغلي مع نفسها كده وهنا نغرفها ووريها لكم في الاخر بعد ما هي كده استوت كل حاجة بمعنا استوت هي كده مجرد ان هي بتشرب كده من الشربة بتاعتنا ومن البشاميل اللي احنا عملنا شايفين المنظر؟ طحفة اي حاجة بقدم اضطركم من المقفول ده ماليش فيها نوعيالي احنا قال ازأز جنبري انا طبعا هنا الجنبري مقشرة بس كده مش مقشرة عملا باشه يعني قطع الدماغ بتاعت كده الراس دي مش بحبه بس يا رب الفيديو بتاعنا النهار دي يكون عجبكم تشتركوا لايك وتشتركوا في القناة مع السلامة